والأربعة وطبعاً هذه فرصة ممنوحة للشباب صفة خاصة التلاميذ والطلبة والمنقطعين كذلك عن التعليم وغيرهم للاطلاع على فرص التكوين المتاحة في مجال التكوين المهني وأفاقها تشغلية على المستوى الوطني أو الدولي المناسبة أيضاً سيقع فيها توضيح قطعات الأنتاج للاطلاع على ما توفره المنظومة من فرص تكوينية قادرة على تلبية حاجية المؤسسات الاقتصادية وتطوير قدرتها التنافسية ورحب بسيمو عز الورتاني ممثل عن الإدارة العامة للخدمات الموجهة لطالبية التكوين بوزارة التكوين المهني والتشغيل مرحباً بك سيمو عز مرحباً بك عايش كبرك الله فيك يومك سعيد أنا أولك طيب شكراً إذن الملتقى هذا نهارين كما أشارتنا أي في الواقع هو النهارين نهار ثلاث ولا أربعة وواحدة عشرية وثانين وعشرين مايه بمدينة الثقافة نعم أي هو فرصة إن شاء الله بش نتقابلوا المعنيين بالانخراج في منظومة التكوين المهني بش يجو يشوفوا يطلعوا للمنظومة وما تقدمه المنظومة نعم بش يبنوا مصارهم المهني معنا إن شاء الله المعنيين تحديداً شكور مثلاً بالضبط يعني هي الشرائح المستهدفة التلاميذ الكوليجيان التلامذة الطلب المنقطعين العمل المقاطعين على الدراسة كل إنسان رغب أنه يبني مصار مهني عبر منظومة التكوين المهني واختصاصات التي توفرها نعم برشا قبل انقطعوا التعليم ولكن بفضل التكوين المهني أمكن لهم أنهم يداركوا العثرة بتاحهم في تعليمهم ويكونوا مستقبل ويعملوا خدم واللي يلبس عليهم هو الحق واللي يلبس عليهم أكثر من اللي واصل تعليمه هو شوف هي كانت الفكرة قبل أنه اللي منجحش في التربية ولا منجحش في التعليم العالي يمشي للتكوين بيش يدارك الفكرة هذه عندها عامين وأكثر من عامين فم عمل ونشاط تختم فيه الوزارة والدولة بصفة عامة والتي الفكرة أنه التكوين المهني هو مصار نجاح صحيح يعني جيب شي يبني مستقبله عبر التكوين عبر التكوين المهني يعني مثلا التلميذ يتحصل على البكالوريا يختار مجال وطريق التكوين المهني يختار المصار موجودين برشا منهم ولا أقلية لا موجودين ونحن ديجاء حتى عروض التكوين مضمنة بدليل توجيه الجامعي نعم وقاعدين نخدموا على الفولية هذا باش دوتال فاسون أنه الناجحين من البكالوريا يلتحقوا بالتكوين يعني يوفر اختصاصات رائدة نعم به سيمو عز شنية الاختصاصات يعني يعطينا فكرة عليها به المنظوم التكوين المهني تعطي تأمن التكوين في ثلاثة مستويات من الاختصاصات شهادة الكفاءة المهنية المؤهل التقني المهني ومؤهل التقني السهم وتمس وتتوزع على ثلاثة اختصاص ثلاثة قطاع قطاع تكويني والقطاعات التكوينية هي في لسيقة بالقطاعات التشغيلية وتمس كافة الطلبات التي تطلبها المهنة والمؤسسات الاقتصادية عن الفلاحة عن البناء عن المجالات الإعلامية وهي تأوى مواكبة العصر تأوى على المجالات التي تمس الطائرة عن المجالات عندها برشة مجالات متعدة والمجالات الثقافية صناعات التقليدية السياحة التكستيل يعني برشة مجالات ان شاء الله يتوفرها منظوم التكوين المالي للمواطن نعم إذن إمكانية الاختيار متاحة بصورة واضحة أمام التلميذ والطلبة اللي بش يختاروا التكوين المهنة موجود وموجود على عدد مصنف وطن القطاعات وموضوع على ذمة الجمهور وفي الوسائل في السيت ويب على المساوى الورقي وعلى المساوى الرقمي متوفرين وعلى ذمة طالب الخدمة نعم إذن الفرص التكوين كيفش يعني كيفش يتقدم التلميذ أو الطالب شنين المسارات اللي يأخذها شنوه يجبه يحذر مثلا فما الشروط معينة هو كل اختصاص عنده شروط للالتحاق بالاختصار عند مستوى تعليمي أو تكويني وفما اختصاصات اللي تطلب شروط خصوصية حسب طبيعة المهنة المعدة التكوين يؤمن في تكوين في القطاع الخاص وفي القطاع العمومي وكلهم عنده المسارات مثلا في القطاع العمومي نحن عدنا الوكالة تونسية التكوين المهني هي المكون رئيسي ويرجع بالنظر للوزارة التكوين المهني والتشغيل وعدنا زادة كوزارة التكوين المهني والتشغيل نشرفه على التكوين في اشتراف مزدوج مع وزارة أخرى كم وزارة السياحة ووزارة الفلاحة ووزارة النقل ناخد مهم في اشتراف مزدوج واشتراف بيداغوجي كيفاش بش يلتحق بالمسار؟ عدنا كل هيكل التكوين عنده البلاتفورم متاعه والإنسان يتطلع على الاختصاصات يدخل يشوف كيفية شروط الالتحاق كيفية التسجيل كل شيء موجود على الصفحة متاعكم كل شيء موجود على الصفحة متاع الوزارة وتوجه موجود على زادة على الصفحة متاع الهيكل متاعنا نعم وطبعا اللي بش يتكونوا في مراكز عديدة مثلا الوين على كامل الجمهوري نحن الحاجة البائية في منظومة التكوين الماني أنه التوزيع الجغرافي للمؤسسة التكوينية العمومية أو الخاصة في كامل الولايات كامل الولايات وتغطيهم حتى مشنا أكثر حتى الجانب المحليز يعني عنده برشة مهيكل تكوين لتغطي كامل تراب الجمهوري آه هذا ممتاز يعني يعني إذن شاملة كل أنحاء الجمهورية بش يكونوا قراب من قراب للمواطن للمواطن والطلبة لما يتكونوا تعملوا لهم مرافقة متابعة تشوفوهم ونوصلوا بالتأكيد وتبعوهم حتى فيما بعد على مستوى التشغيل أيهو في المتابعة قبلية ومتابعة بعدية المتابعة القبلية أنه نحن نعملوله مرافقة بشهو ينجب يعرف الاختيار الأنسب وهذه نزالة نختم علىها وقاعدين نطوروا فيها في مجال الإعلام والتوجيه والمرافقة نعم وعندنا المرافقة المتابعة البعدية ونحن التوفيق قاعدين نختم علىها ونطوروها لأنه هي مهمة يسر بالنسبة لأنه نحن كوزارة وكدولة بش تعرف تواجهات المواطنين نشوف نجاعة التكوين وحاجية سوق الشغل تم تلبيته أو لا الهيك اللي متاعنا قاعدة تخدموا التطور في الجوانبالية من متاع المتابعة متابعة لسيقة ومش نتعد إن شاء الله للمتابعة الرقمية سيمو عز التلميذ أو الطالب لما يختار بش يمشي للتكوين المهني أنتوما توجهوا حسب بطاقة أعداده لما كان في المعهد أو كان في الكلية مثلا ربما هو يختار حاجة اللي ما تتلأمش مع قدراته المعرفية أنتوما ربما من خلال دراسة هذه الملفات والمطالب توجهوه موجود هذا؟ لا نحن عملية التوجيه ولا دخلوه هو يختار الاختيار هو عملية التوجيه هي حسب اختيار الطالب الطالب أو التلميذ ونحن نعمل أن نأملوله المرافقة ونوضحوله القدرات متاعه ونحاوله مش نوجهوه أما نحاوله نقطروه بش هو يختار الاختيار السليم اللي يتماشى مع قدراته بش ينجح بعد إذا ما مشاء الاختصاص هو مش رغب فيه روه قليلة على نسبة الانقطاع بش توليه أعلى حسب الرغبة وحسب الميولات متاعه بإذن الله بش ينجح وحتى كي يدخل لسوق الشغل إن شاء الله بش ينجح والمشكل في سوق الشغل سوق الشغل يزومكم انتم فيما بعد تعاونوا كذلك مش ياخذ شهادته مثلا وكوّر روحه قداش يبقى من الفترة قداش ما فترة التكوين نحن حسب المستويات نجم من عام ونص حتى عامين ونص عامين ونص مش بعد عامين ونص تسايبوها لروحه لا ما نسايبوش ووزارة التكوين المالي وتشغيل ولوزارة الأخرى أنا أحكي على أساسا عن وزارة التكوين تعمل فما برشة أليات للمرافقة للمساندة نعاونوهم بش يعملوا يبلوا المشاريع متاهم إذا يحب ينتصب للمجال الخاص نعاونوهم بالتسهيل عملية الانتفاع بالقروض والآليات التمويل بش نعاونوهم هما يدخلوا سوق الشغل صحيح ويكونوا مشاريعهم ويكونوا مستقبلهم كي يدخل هو يعمل مشروع مش يخدم معاش كون بالتأكيد هو ينتفع والمواطن الأخرى ينتفع يولي عرف يولي عرف إن شاء الله لتلمذتنا وطلبتنا يتكونوا بالجداء ويكون عندها مستقبل باهي أعطينا فكرة أنت فكرت لي فلاحة الإعلامية الطيران الصناعة التقليدية يعني تقريب شنية نسبة الإقبال على اختصاصات دون أخرى مثلاً هو شو يمشي فما لي يمشيوا بالجداء للفلاحة مثلاً لا قطاعات هو قطاعات اللي الصعيبة عادنا شوي هي قطاعات الفلاحة وقطاع البناء بالرغم أنه تطور ياسر حتى كيفية تأمين التكوين والتكنولوجيا المستعملة تطورت ياسر أما من ذلك نحن عادنا للعقلية أنه الفلاحة والبناء هو القطاعات أو الاختصاصات الصعبة المتعبة بالنسبة للتلميث مع التو نحن ندخلين في العالمة والرقمنة ديما عنده الشباب أكل فكرة الأولية أنه يمشي الاختصاصات يبعد الاختصاصات الصعبة دي نوع الشاقة خاصة أنه في برشة يعني عند برشة ناس سواء كانوا تلامذة طلبة وحتى موظفين يحب يخدم في بيرو رائض مثلاً موجود شوف قطاع الفلاحة نحن حتى في فلاحة وناس يخدموا في مجال التجارة يكونوا بالقدام طورت ياسر نحن نحكيك على الفلاحة نحن نحكي على حكاية الملتقى الفلاحة تعدت من المرحلة أنه نحن نحكي على اختصاصات جديدة ومتجدة يعني فما اختصاصات تفتح أفاق كبيرة التقطير تطورت ياسر يعني ما عندش عندك الفلاحة الكلاسيكية قطاع الفلاحة قاعد يتطور ونحن كمؤسسات داعمة نوفره لها نوفره المؤهلات أرى الاختصاصات تبدلت ياسر واختصاصات تطورت ياسر وفما عندها تجارب نجاحة كبيرة ياسر في القطاعات هذه الفلاحة أو البناء ناجحة وناس ما شاء الله عملت مستقبل وطورت شركات كبيرة يعني في المجال هذا ايه معناها فما نتاج ملموسة لا فما نتاج ومتاج ملموسة وكتجونا في الملتقى إن شاء الله باش تشوفوا أمثلة لتجارب نجاح في ميدين هذول اللي حابين نركزوا عليه باش تشوفوه نذكروا أن الملتقى هذا للتكوين الميهني ينعقد وينتظم بمدينة الثقافة نهارة 3 والا 4 جيين 21-22 مايو تحت شعار بالتكوين ديما نشحين بالتكوين ديما نشحين إن شاء الله ديما نشحين فما تنسيق مع وزارة أخرى بالتأكيد اللي معنين بالأمر مع كافة الوزارات نحنا ما نختم وزارة تكوين ميهة تشغيل وينتكن هذه ميزة بالنسبة لوزارة الناس ماذا لوزارة الكل عاد نحنا نشوف نحنا نقول ميزة لوزارة الرياضة منسخين معها الشباب والرياضة وزارة الثقافة وزارة الفلاحة وزارة السياحة وزارة السحة وزارة الخارجية وزارة الدفاع وزارة الخارجية لإعداد الملتقى ومش نتعدوا كم بهم وهم وبرك الله فيهم مشكوري لكل رأوا برسمي ما مجناش أي حاجة نطلبوها نحنا كوزارة من الزمالية من الوزارات الأخرية الكل نقلو كان الدعم وبرك الله فيهم الكل يعني من هذا المنبر صحيح معز الورتاني ممثل عن إدارة العامة الخدمات الموجهة لطالبي التكوين تزيد تشجع التلامذة والطلبة اللي يحبوا ينخرطوا في مجال التكوين شو تقول لهم نقول لهم أنا خريج تعليم معالي أنا مهندس شو اختصاصك اختصاصي نسيج واخدامت في القطاع الخاص واخدامت في القطاع العمومي وكينخرط في منظومة التكوين المهني ترجعني شوية التالي نقول لك ندخل للتكوين المهني لأنه التكوين المهني اختصاصات عندك اختصاصات واعدة والتكوين يربطك بسوق الشغل ونحن الهدف متاعنا شنو الانسان يقرأ يبلور مشروعه المهني وينخرط في سوق الشغل ويكون مستقبله هذي متوفرة في منظومة التكوين المهني مرحبا بكم في منظومة التكوين المهني والاختصاصات اللي توفرها وان شاء الله متاجوا معنا كان المرافقة وكل الخير سيمو عز فما تعاون مع دول أخرى في هذا المجال طبعا نحن تعاون مع الدول الأخرى في إطارة شراكات تبادل الخبرات يدعمونا ياسر في إنجاز برشة مشاريع تطوير البرامج التكويني يعني دعم خاصة عن مستوى المادي فما المادي أما الأكثر ديما في تطوير البرامج وتوفير التقنيات الحديثة توفير الخبرات اللي عندهم والخبرات اللي عندهم شكون مثلا الدول الأخرى اللي تعاونكم في تكوين والله نحن توعدنا مع سويسرا أساسا عدنا ألمانيا دول فرنسا دول الأوروبية بصفة عامة يعني عندها برشة عندها متنوعة نحن لدول اللي تعاون فينا دول الشركة والصديقة ان شاء الله دول اللي تعاون فينا برشة سيمو عز هاو جاء سؤال عندهم شروط هالدول اللي يتعاون تقول لك سيدي هاو نعاونك أنا نعطيك خبراتنا ونعاونك ربما بطريقة أو بأخرى ولكن الكفاءات هذية اللي تتخرج نخذها أنا ونجيبها لبلادي وتخدم بلادي لا 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 نحن كتكوين مهني وكالدولة راول كنكونوا نكونوا التونس كيف يتكون التلميذة والطالب يحب يخرج يخرج أما لا مش تحط لي الشرط مسبق نحن راني نكونوا للأجل الاقتصاد متاعنا ما هو خطر عليه لأنه فيما برشة نواية مبيتة من الدول الأخرى ما اكتعرف أشكال استعمار متاحهم والهيمنة والسيطرة والإمبرياليات اللي تحكم في العالم نحن تدخل من كل الأبواب وفي كل القطاعات نحن بالنسبة لنا كوزارة توجهاتنا واضحة نعملوا في إطار توجهة متاع الدولة نحن راني نكونوا بروح وطنية بروح وطنية ونكونوا من أجل بلادنا نكونوا تلاعدا عليش قلنا نحن راو التكوين حسب الاختيار أنا منجبش نمنع مواطن نكونوا وهو إنسان راشيدي نجم يحب يخرج عنده فرصة بش يخرج زاده مش يكونوا المستقبله أما نحن راو نكونوا من أجل السوق الشغل الوطني نعم كما نكونوش خطر ما نكونوش نحن الكفاءة متاعنا البلادنا شكون به نحن يجبنا ناخفو لبلادنا ونكونوا لبلادنا ولا المواطن إذا هو ارتقان وبش يخرج من حقه أنه يخرج نرجع ونزيدوا نأكدوا بش ليسمعونا يزيدوا يستوعبوا محتوى هذا المنطق الوطني للتكوين المهني اللي بش ينتظم دي مدة يومين في مدينة الفقافة نهار 3 أو 4 شيئين قطعات عديدة تكوينية كما فكرت لي سيمو عز فما أربع مستويات وفما يعني برشة اتجاهات برشة طيران طيران نحن كلها مفتحين المجالات الوعدة نختمو عليه كيف نعمل البرنامج التكويني نحن نعمشوا للمهنة المهنة تعبر على الرغبات متاعها وعندها البرامج متاعها المستقبلية خطرناها الاندسترية والماشية والمؤسسة الاقتصادية والماشية وعلى ذوق ذلك نحن نحضرها لكفاءات يعني نحن نواكبوا في التطور الاقتصادي والمؤسسات متاعنا الاقتصادية ونوفروا لنحن الكفاءات نحن هذه مجالات مجالات وعدة ونحن بإذن الله نتابعوا معها إن شاء الله يعني عندكم المتخصين في هذا المجال يغطيوا كل المراكز التكوين في كامل أنحاء الجمهورية ماذا نقص على مستوى الإداريين مثلا والناس الذين يكونوا والأدوات العمل والتكوين والتعليم؟ لا هو النقص مش نقصه ماكي ديمار أو كل ما يحدث اختصاص جدا نشوف مثلا في المدارس والمعاهد فهم نقص متاع فضاءات متاع بنية أساسية لا في النسبة للبنية الأساسية إن شاء الله متوفرة أما تقولي المتريال بتبيعته المتريالي عادي أنك يتجدد لو عندنا اختصاصات ما بين ثلاثة شهر و أربعة و شهرية تتجدد سرطوق الاختصاصات الرقمية هذه المتولة دائما تواكب والمواكبة تطلب دائما برامجة وهذا هو العمل المتاعنا نحن كوزارة و كهياكل هذه هي خدمتنا نحن اليومية اختصاص توفير الظروف الملائمة تشري ماتريال تكون متكونين تعمل البرنامج التكويني و إن شاء الله إن شاء الله أكثر المنخلطين في مجال التكوين بنات و الأولاد أنا أشكون أكثر شكوننا ليقبل أكثر هو توقعون في السنوات الأخيرة ولد البنات ماذا تفسيرك لهذا؟ هو الإشعاع أو التوظيفية حتى أرى التكوين المهني تبدل عقلية أو ترى نسبة التشغيلية ترتفع يعني هناك مش نمشي الاختصاص يخدمني حاجة بايا و نحن نوفر برشة اختصاصات كما الحلاقة كما التجميل كما الخدمات الإدارية و الخدمات الإعلامية و هذي ما شاء الله يعني و لاقوا مش هكاكة و نحن التكوين المهني و إنعكاس لي خريجي الترابي ترجع للترابي شوية تاقرة و البنات زادة في النجاح و مرحبا بعمل كلها بتأكيد مرحبا بيهم دونك هذا هو يعني النموك مقوله الديمغرافية و يفرض عليك البنات ينجحوا ما شاء الله يقروا و وفرنا لهم الاختصاصات اللي تتلقم مع مؤهلات هما يظهر لي أكثر انضباط من الأولاد مضبطين خير لا مجرش يقول كاككة حتى على مستوى بكالوريا و في الامتحالات الكبرى تلقى نسبة البنات أرفع و أهم حتى على مستوى الجودة في الأعداد و غيرها و النتائجة يقروا و موافقين حتى الأولاد بهيل بالتأكيد لا بكلهم و إن شاء الله موافقين و رب ينجحهم إن شاء الله إن شاء الله و تعرف في نجاح الأبناء نجاح للعائلة حتى البو يتهنى يرتاح يتفرهد و حتى الهدوء الاجتماعي كذلك العائلة رايضة و كذلك العائلة عندها نجاحات و فرحانة و المستقبل و المستقبل يكون واضح السلم الاجتماعي يتوفر و ساعدة الأم أو الأب في أنه يتبنى أن المدخول و المصروف الشهرية ندعى ولده و بنته و هو الحق نحن كعائلة كنوصل بش ينجح و لا تبعاش اللوجة على المصروف و يعطيني يتهنى و هو و يظلوك السعادة أنه ينجح أحد الأصدقاء يقول لي ولدي يخلص في الكراء يقولها باعتزاز و بمحبة بطبيعة مش شرط لهم يقول لك يقعد يعاون في العائلة خاطر هو يشوف ثمرة متع نجاح صحيح يشوف فيه باركورة بتاعهم من الصغير حتيش الكبر اللي يخدم لي ليعاون فيه ثمرة تنجاح و متعامل بالنسبة لي هو يشوف فيه نتيجة فرحان بالنتيجة إن شاء الله المنخرطين في التكوين المهني والتشغيل يكونوا نجحين و انتوما كإدارة عامة الخدمات الموجهة لطالبي التكوين أو كوزارة التكوين المهني والتشغيل يعني تحفزوهم وتشجعوهم وتوفروهم اللازم باش يقراوا و ينجحوا في دراستهم في مختلف هذه الاختصاصات والتكوين بصفة عامة في كل مراكز التكوين في كامل أنحاء الجمهورية طبعا نحن نتوى العمل انتاع الوزارة و عمل انتاع إدارتها نحن أساسا خدمات الموجهة طالبي التكوين انه نكونوا لاسقين للمتكون و نحاول انه نرفقهم على مستوى المحلي الجاوي و المركزي باش نوفروا له المعلومة و نحلولوا المشاكل المتاعه ان شاء الله نعم شكرا اذا سيمو عز الورتغاني مرحبا بك ممثل عن الإدارة العامة للخدمات الموجهة لطالبي التكوين بوزارة التكوين المهني والتشغيل و حديثنا كان عن هذا الملتقى الذي سيلتأم بمدينة الثقافة 21-22 مايو سيمو عز يومك سعيد يا عيش كبرك الله وفيك لاركم طيب